اقيم بحضور اللواء الركن عبدالله حسن النعيمي المفتش العام ختام التمرين التعبوي المشترك مخالب الذئب 2017 والذي نفذته قوة دفاع البحرين ممثلة بالقوات الخاصة الملكية وحرس الرئاسة بالقوات المسلحة لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة في اطار سبل تعزيز التعاون العسكري في هذا المجال بين قوة دفاع البحرين والقوات المسلحة الاماراتية وتقوية عمل القوات الخاصة ورفع كفاءتها القتالية بما يواكب تطور القوات المسلحة في البلدين الشقيقين اضافة الى تبدل الخبرات العسكرية بين الاشقاء وقد تم تقديم اجاز عن مراحل التمرين المختلفة ثم بدأ التمرين بعملية التطويق لمنطقة المسئولية ثم القيام بالتطهير وتأمين الاهداف وبعدها نفذت احدى المجموعات القتالية الحية مع التقدم نحو الهدف والاختحام وتطهير المواقع ضمن منطقة الواجب وتلا ذلك انزال من الطائرات العمودية على الاهداف المحددة كما اجتمل التمرين على تنفيذ اجراءات التطويق والتفتيش بالاضافة الى عمليات القتال المختلفة ورماية الاسناد وتطويق عدد من العمليات الخاصة حيث اظهر المشاركون براعة عالية وسرعة فائقة في تنفيذ كافة العمليات الخاصة المرسومة لهم اشتركوا في القناة